السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقات المتعلمات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم سننجز الصفحات 46 والصفحة 47 والصفحة 48 من مرجع المفيد في الرياديات للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة طبعة 2021 تكون المكتوبة خلف الكتاب درسه اليوم هو ضرب الأعداد العشرية الدرس التاسع ضمن دروس الواحدة الثالثة نبدأ بالنشاط الأول لنبحث جميعا التمرين يقول توصل مدير مدرسة بفاتورة الكتب التي قام بشرائها نكمل ملء الفاتورة بعد إنجاز العمليات في الدفتر إذن هنا عدنا العدد ثم 8 الوحدة يعني 8 دي لكل كراسة أو كل كتاب أو كل كراسة نشاط علمي وهنا سنحسب التمن الكلي إذن من نسبة الكراسة الرياديات مثلا عدنا العدد 35 كل كراسة دير عشر فاصلة 80 درهم عشر درهم 80 سنحسب التمن الكلي بإنجاز عملية الضرب عشر فاصلة 80 في 35 وهنا كذلك أربعة عشر فاصلة عشرون مضروبة في أربعة وعشرون وهنا كذلك تسعة فاصلة أربعون مضروبة في خمسة وعشرون بعد ذلك نحسب المجموع بجمع التمن الكلي لكل من الكراستين والكتاب نحسب المجموع ثم نحسب مبلغ التخفيض. بعد ذلك ونحسب المبلغ الصافي المؤدى باخذ المجموع ونطرح منه مبلغ التخفيض. اذا العمليات هي كالتالي. اذا نحسب اولا 8 شراء كراسة الرياديات. سننجز عملية الضرب 10.80 مضروبة في 35. اذا ننجز العملية بشكل عادي. بدون بلما ناخد الفاصلة بعد الاعتبار حتى يعني النتيجة عادة كنحسب جرش ديال الارقام ونحسب هنا جرش ديال الارقام ونجر الفاصلة. اذا هنا مثلا خمسة في صفر صفر خمسة في تمانية اربع نكتب صفر ونحتفظ باربعة. خمسة في صفر صفر زايد اربعة يساوي اربعة. خمسة في واحد يساوي خمسة. نضع النقطة التي تساوي صفر. ثم ننطلق الى الحد الثاني اللي هو ثلاثة. ثلاثة في صفر صفر. ثلاثة في تمانية اربعة وعشرون. نكتب اربعة ونحتفظ باثنان. ثلاثة في صفر. صفر زايد اثنان يساوي اثنان. وثلاثة في واحد يساوي ثلاثة. ثم بعد ذلك ننجز عملية الجمع. صفر زايد لا شيء يساوي صفر. صفر زايد صفر يساوي صفر. اربعة زايد اربعة يساوي ثمانية. خمسة زايد اثنان يساوي سبعة. لا شيء زايد ثلاثة يساوي ثلاثة. إذا حصلنا في النتيجة على 378.00 يعني 378 درهم. إذا نمشي الجدول. وقد نكتب التمن لكله هو 378 درهم. ننتقل إلى كتاب القراءة. إذا كتاب القراءة عشر أربعة وعشرين كتاب كل كتاب دي أربعة عشر فاصلة عشرين. إذا ننتقل إلى عملية الضرب. أربعة عشر فاصلة عشرون مضروبة في أربعة وعشرون. إذا حصلنا في النتيجة على أربعة وثلاثون ألفاً وتمانون. ولكن هنا عدنا جوجة الأرقام وراء الفاصلة وخلف الفاصلة. حتى في النتيجة غير مشيون نحسبوا واحد جوجون دير الفاصلة. إذا هنا يا عملية الجمع. عملية الجمع. بعدما أنجزنا عملية الضرب. وحصلنا على ثلاثمائة واربعون فاصلة تمانون. إذا ثلاثمائة واربعون فاصلة تمانون. هو آآ آآ تمل كلي لكتاب القراءة. ننتقل إلى كراسة النشط العلمي. سألون جوجة عملية ضرب خمسة وعشرين مضروبة في سعود فاصلة أربعين. إذا عملية ضرب خمسة وعشرين مضروبة في سعود فاصلة أربعين. سنجزو العملية بشكل عادي. حتى للأخر حتى النتيجة. وغادي نديرو جوجة الأرقام وراء الفاصلة. حتى عندنا هنا جوجة الأرقام وراء الفاصلة. ما ننسوش مضروب الفاصلة. وبنسبة لعملية الضرب. كنديرو العملية عادي جدا. بحال إلا ما كناش الفاصلة. حتى للنتيجة. عادة كنمشي ونشوفهش حال من عدد خلف الفاصلة. عندنا واحد جوج. إلي كان مثلا في هذا حتى هو كان في الفاصلة. غنحسبه مثلا إلي كانت في الفاصلة مثلا هنا. غنحسبه واحد جوج ثلاثة. ثلاثة الأرقام خلف الفاصلة. هنا حصلنا على مئتان وخمسة وثلاثون. ننتقل إلى المجموع. بالنسبة للمجموع سنجمع هذا النتائج اللي حصلنا لهم. إذا غاند رغني عملية الجميع عملية صغ고요. صفر زائد لأشيء صفر ثمانية زائد لأشيء تمانية. تمانية زائد خمسة ثلاتة عشر نكتب ثلتا ونحتفظ بواحد. تمانية زائد ثمانية ستة عشر زائد تلاتة تسعة عشر ثلاتة زائد ثلاثة زائد اثنان زائد واحد يسوى تسعة. فالمجموع يسوى تسع مئة وثلاثة وتسعون فاصلة ثمانون. ا flour rice. المبلغ التخفيد سوف نخفضه 10% المجموعة سوف تقسم على 10 فاصيلة مبلغ التخفيد هو الفاصيلة كانت 3 فاصيلة مبلغ التخفيد هو 99.380 أو فاصيلة 38 حيث هذا الصفر الذي خلف الفاصلة لا يوجد شيء يدور إذن هنا 990.380 هو مبلغ التخفيد إذا تقدمه 99.380 سوف يحيد 99.380 حيث يدور التخفيد إذن المبلغ الذي سيؤديه نجزع عمليات الطرح بالنسبة لعملية الطرح سوف نأخذ المبلغ الكلي أو المجموع سوف نقسم مبلغ التخفيد و سوف نحصله في النتيجة على إذن هنا بالنسبة لعملية الطرح بالنسبة لعملية الطرح فهي تختلف على عملية الضرب عملية الطرح هو عملية الجمع من اللي كنديره الجمع كنديره فين كينا الفاصيلة نضيفه يوضع وصلنا لبناثر واحدات الموحدات الفاصيلة تحت الفاصيلة ضروري جنوب حيث نضيفه هو عملية الجمع كنديره الفاصيلة تحت الفاصيلة بش ن الحضب ونضيفه في النتيجة أما بالنسبة لعملية الطرح في نتيجة فى ان منه الفاصيلة فى المحطوطة في النتيجة وأنه سوف نحصل حال من عدد مرة الفاصيلة في النسبة للعامية التحضر نضع الفاصلة تحت الفاصلة لكي ندر واحدة في النتيجة حصلنا على 894.42 حصلنا على 894.42 درهم هذا هو المبلغ الصافي المؤدد بالدرهم ننتقل إلى التمرير الأول ضمن دروس الحصة الثانية أنجزه دون وضع العمليات هذا الأعداد العشرية ضربناهم في 100 في 1000 فاشرة من اللي نضربه في 100 يعني الفاصلة ستنزح الفاصلة بجوش الأرقام بجوش الأصفر إذا الفاصلة ستزح بجوش الأرقام في هذا الاتجاه دائما في هذا الاتجاه كذلك إذا ضربنا ب1000 في 1000 حمل زفر فيها واحد جوش ثلاثة إذا الفاصلة ستنزح السفر الأول السفر الثانية السفر الثانية يعني الفاصلة ستجي هنا ثم بنسبة إذا ضربنا في عشر فيها واحد السفر الفاصلة يعني سترجع اللور برقم واحد كانت هنا سترجع 1 1 بنسبة لجواب الأول سنحصل على نصف وصف سنحصل على أول يعني السفر فيها سنحصل على تنزح ترجع ثلاثة ألف ثلاثة ننتقل الآن إلى التمرين الثاني أنجز أحمد عمليات الضرب التالية لكنه نسي الفواصلة أضع الفواصلة في مكانها المناسبة في نسبة لعمليات الضرب نحسبو أحد من رقم كين وراء الفاصلة فيهم بجوجهم يعني هنا يعدنا واحد جوج 3 و4 ليس غير واحد جوج صفي واحد جوج ندروها في عمليات الجمع والطرح بالنسبة لعمليات الضرب نحسبو العدد كل الأرقام خلف الفاصلة في العددين معاً إذن هنا لدينا واحد جوج 3 و4 نحسبوه من الجهة الوحدة واحد اثنان ثلاثة أربعة وهو جيل فاصلة هنا ونحصل إلى 370 فاصلة 5312 بالنسبة لهنا لدينا هذا ما فيش الفاصلة سوف نحصل لهذا في جوجة الأرقام خلف الفاصلة إذن جوجة الأرقام خلف الفاصلة هنا ونحصل على 437 فاصلة 36 ثم بالنسبة للعملية الأخيرة لدينا رقمان خلف الفاصلة زائد الرقم الثالث يعني ثلاثة الأرقام واحد جوج 3 ونحصل على 514545.350 ننتقل الآن إلى السؤال الثالث ولاحظتم ما أقارنه بوضع الرمز المناسب إذن هنا عدنا نفس العملية ولكن قلبنا المكان ديال الحدين إذن بالنسبة لعملية الضرب فهي تبادلية عملية الضرب تبادلية يعني كسس ودرناها دي هنا أو رجعناها ديال أخرى سوف نحصلوا على نفس النتيجة كسس ودرناه الأقواس هنا والذراس الأقواس هنا ولا درناهم هو وهنا ولا درناهم قاع هنا ولي حيدينا الأقواس سوف نحصلوا على نفس النتيجة لذلك نقول سواء تبادلية عملية الضرب ولكن هنا أكثر لعملية الضرب وكسس homepage terblyde ciore we are throughout the center وهي عملية الضرب وس Cincinnati ثم نضربها في 4.5 ونزيد لها 3.8 مضروبة في 6.6 مضروبة في 3.8 هذه هنا زائد 4.5 مضروبة في 3.8 نضربها عملية النشر لذلك تساوي سنحصل على نفس النتيجة في العمليتين معا. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع. أتأكد من صحة المتساوية التالية بوضع وإنجاز العمليتين في دفتري. إذن سنضع العملية الأولى 6.45 مضروبة في 3.7 يساوي. إذن العملية الأولى سنضروها هذه العملية ثم سنضروها العملية ونجزوها. 11.1 مضروف جوش فاصلة 15 بعد ذلك نقارن النتيجة المحصل عليها. ثم نتأكد هل هل متساوية يعني إلا كان لدينا نفس النتيجة يعني المتساوية صحيحة إلا كان لدينا نفس النتيجة يعني المتساوية غير صحيحة. إذن هدو هما العمليتين إذن عدنا 6.45 مضروف 3.7 من اللي نجزوها هذه العملية هادي نجزوها بهالي لمكناش الفاصلة حتى الخرى اللي نديرو الفاصلة. لدينا سبعة في خمسة سبعة في اربعة سبعة في ستة ثلاثة في خمسة نديرو النقطة ثلاثة في خمسة ثلاثة في اربعة ثلاثة في اربعة ثلاثة في ستة ثم نديرو عملية الجامعة غنحصل على ثلاثة وعشرين وثمانمية وخمسة وستين غنجيو لعملية غنشوفوا واحد جوج ثلاثة على ثلاثة لأرقام خلف الفاصلة غنمشيو من نتيجة غنحسبوا واحد جوج ثلاثة لأرقام خلف الفاصلة ونديرو الفاصلة وغنحصل على ثلاثة وعشرين فاصلة 865 وكذلك الشأن بالنسبة للعملية الثانية سنحسب سنقوم بالعملية كأن الفاصلة الغير موجودة حتى الجواب الذي ستزيد الفاصلة إذن هنا نضرب 5 فواء 5 في 111 نضعه هنا 1 في 111 نضعه هنا 111 نضعه هنا بعد أن ننسى النقاط ثم ننجز عمليتي الجمع ونحصل في الأخير على 380865 نرجعه هنا ونحسب 1 2 3 أرقام خلف الفاصلة نضعه هنا 1 2 3 أرقام خلف الفاصلة ونضع الفاصلة ونحصل في الأخير على 23.865 إذن بالنسبة للنتيجتين فالنتيجتين متساويتين إذن نرجع إلى الاستنتاج ونستنتج أن المتساوية المتساوية صحيحة صحيحة لأننا حصلنا على نفس النتيجة والتي تساوي 23.865 بالنسبة لأثبت تعلماتي فعندنا هذه العملية لعددين عشريين لنكتب لنا هنا رقمان بعد الفاصلة إذن هنا جوجة الأرقام بعد الفاصلة وهنا عدنا ونكتبوهم هنا ننتقل الآن إلى الصفحة الموالية صفحة 47 مع التماريل الخامس ضمن تماريل الحصة الثالثة التدرب إذن هنا جدول طلب مننا أن نملأه أتميموا ملأ الجدول كما في المثال ثم أنجزوا العمليات في دفتري إذن المنسبة لهنا لدينا الجودة جودة أكتبوه لنا هنا سأطروا العامل الأول والعامل الثاني وبعد ذلك نؤثر الجودة هنا مثلا عدنا 24.5 صغر من 24.5 هي 24 كبر منها 25 أطرنا 24.5 هنا جينا نؤثر 6.75 صغر منها 6 بعد منها 7 وهنا نؤثر الجودة ككل غندربه 24.6 هنا وهنا غندربه 25.7 في الجيهة الأخرى كذلك الشأن بني سباري 99.03 مضروف 79.4 هنا 90.03 صغر منها 90 وكبر منها 100 هنا 70.4 صغر منها 70 وكبر منها 80 80 وكبر منها وكبر منها وكبر منها وكبر منها 100 في الجيهة الأخرى هذا هو الشأن بالنسبة هذا هو الجواب بالنسبة للتمرين الخامس ننتقل الآن إلى التمرين السادس أصبح 10 وكبر منها 10 يمكنك أن أقوم العدد الصحيح الأقرب إلى الجواب أقرب إلى الجواب جدا 4.9 5.1 إذا أضعنا 5.5 25 هذا هو الجواب المقرب 9.9 10.9 10 78 80 80 80 800 800 4.98 8.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 سوف نعطينا 45 مضروباً. هذا هو الجواب المقرب. نجمز العمليات في دفتري لأتأكد. نجمز العمليات الأولى. 4.98 مضروباً في 8. فصلة سعود. 9 في 8 يسوي 72. نكتب 2 ونحتفظ ب7. 9 في 9 يسوي 81. زائد 7 يسوي 88. 9 في 4 يسوي 36. زائد 8 يسوي 44. نرجع إلى السطر. نضع النقطة. 8 في 8 يسوي 64. نكتب 4 ونحتفظ ب6. 8 في 9 يسوي 72. زائد 6 يسوي 78. 8 في 4 يسوي 32. زائد 7 يسوي 39. 30. نجمز العمليات الجمع. 2 زائد لا شيء يسوي 2. 8 زائد 4 يسوي 12. نكتب 2 ونحتفظ ب1. 5 زائد 8 يسوي 13. نكتب 3 ونحتفظ ب1. 5 زائد 9 يسوي 14. نكتب 4 ونحتفظ ب1. 1 زائد 3 يسوي 4. هنا نرجع إلى الفاصلة. لدينا 1 جوج 3 الأرقام. بعد الفاصلة. لدينا 1 جوج 3. 24.322. قريبة 45. نجواب الأول قريبة 45. إذن أدناء جواب صحيح. ننتقل إلى العملية المولية. 78. ضروف تسعود. فاصلة تسعود. الفاصلة كما لديكم تلخر. تسعود في 8 ونحتفظ ب7. تسعود في سبعة. تسعود في سبعة. تلاتة وستين. زائد سبعة. تلاتة وستين زائد سبعة. ننتقل إلى الحد الثاني. وضع النقطة. تسع في تمانية. نحصل على نفس النتيجة. 700 وجوج. تسعود في تمانية وسببين سبعة. ووجوج تسعود في تمانية وسببين سبعة. نضع العملية الجمع. 2 زائد لا شيء يسوي 2. 0 زائد 2 يسوي 2. 7 زائد 0 يسوي 7. لا شيء زائد 7 يسوي 7. إذن نعطي. نعطي. واحد الرقم خلف الفاصلة أو بعد الفاصلة. نحصل على سبعمية وثنين وسبعين فاصلة جوج. يعني الجواب الأقرب إلى هذا الجواب هو 800. إذن عدنا 800 صحيحة. ننتقل إلى العملية المولية. أربعة فاصلة تسعة. مضروب. في خمسة فاصلة واحد. الفاصلة كيف من القاعدة حتى الأخر. واحد في تسعود سعود. واحد في ربعة ربعة. خمسة فتسعود خمسة وربعين. نكتبه خمسة واحدة فتوب ربعة. خمسة فربعة عشرين زائد ربعة وعشرين. نجز عملية الجمع تسعة زائد لا شيء يساوي تسعة. أربعة زائد خمسة يساوي تسعة. صفر زائد أربعة يساوي أربعة. اثنان زائد صفر يساوي اثنان. واحد اثنان رقمان بعد الفاصلة. واحد اثنان رقمان بعد الفاصلة. أضعتنا 24 فاصلة تسعود وتسعين. ننتقل الآن إلى التمرين السابع. أحدد الأخطاء التي ينبغي تفاديها أثناء إجراء عمليتي الضرب التاليتين. هنا عملية الضرب الأولى. 1245 مضروب في الجوش فاصلة 08. إذن هنا نقدر أن نقول الخطأ هو نسيان الفاصلة. يعني نسيان وضع الفاصلة. مثلا. ثم نسبة العملية الضرب التالية هنا. 3.67 مضروب في الجوش 0.91. إذن هنا الخطأ اللي نقدر نقع فيها عدم احترام. عدم احترام. عدم احترام يعني الأعداد. التي يجب أن تكتبها. بعد الفاصلة. يعني يأتي هنا. ويضع غير جوش الأرقام بعد الفاصلة. العملية لأنه لا يقرر 14. حيث نقص 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 14. 11 جوش 3. 4. حيث نقص نقص انقص عمليتين في دفتري. إذن منسبة العمليتين 80.7. فهي ماذا بالتالي. إذن منسبة 187. عملية الأولى. 245 مضروب في جوش فاصلة 0.8. سنقص عمليتين بشكل عادي. 8 في 20.45. 0 في 20.45. ثم نقص الجوش في 20.45. ننجز عملية الجمع بعد ذلك لنحصل في الأخير على 50960 نحسب جوجة الأرقم بعد الفاصلة ثم نضع الفاصلة لنحصل في الأخير على 509.60 نعملية الموالية 367 مضروب في 0.91 نحصل في 99.90 قمت بحرقة 9.90 عفوا هنفتت مدر الفاصلة حيث من 6367 مضروب في 0.2 اجعلية الجواب يبقى وأحد الأشياء الجيدة هيا المكان ليس لدينا من القرآن نرى هنفت الموضع الفاصلة ولكن الجواب يبقى كما هو نحصل على 3.3397 نحصل على 3.3397 نزع عملية الضرب بشكل عادي ثم ننجز عملية الجمع نحصل على 1.34 ونحصل على النتيجة الأخيرة ننتقل إلى الثامن الثامن قالت زينب جداء 79.9 و50.06 أصغر من 4000 أجابتها أختها مريم بل أكبر بكثير من 4000 تأكد بإجراء العملية في دفترك ثم حدد اسم التي أصابت سوف نقوم بإجراء العملية ثم ننجزها بشكل عادي حتى الأخر ننجزها عادي مرتفعة قليلة حتى ندفع الجمع ثم نحسب 1-2-3 ثم نضع رمالة ثم نرى ونحصل في الآخرة ثلاثة الاف وتسعمائة وتسعة وتسعون فاصلة سبعمائة وأربعة وتسعون ما زال موصلنا 4000 مقربنا لها ما بقلبنا لها هولو إخوارنا لها 0.00 يعني هي أشياء قليلة يعني شكل يديها الصحيح هي زينب زينب هي اللي قالت سبيلي أنه صغر من 4000 وبالفعل صغر من 4000 إذن أصابت زينب إذن لأن النتيجة لأن النتيجة هي 3999.794 صغر من 4000 إذن زينب هي التي أصابت لأننا حصلنا على 399.794 وهو عدد أصغر من 4000 نمر الآن إلى 89 ضمن الحصة الرابعة أو قوي متعلماتي أنجز النشاطين التاليين في دفتري طلب من المشاركين في مسابقة في الحساب الدهني حساب الجداء التالي 43.75 مضرب في 0.848 لاحظي الإجابات التي اقترحها ثلاثة من المشاركين إجابة محمد، عائشة، فاطمة إذن أستعين وإستعين بالحساب المقرب لتحديد الجواب الذي يمكن أن يكون صحيحاً تأكد بإجراء العملية في دفترك الحساب المقرب نعمل 43 إذن 43 نضرب في واحد مثلا ما سيكون قريب لتحديد الجواب 340 في واحد تصوي 43 وشغل تكون 3 أو 37 أو 37 إذن 37 يعني هذا الجواب الصحيح تصبح عائشة 37 يعني هذا الجواب الصحيح الذي سيكون جواب القريب لهذه النتيجة أو النتيجة القريبة لهذه الجواب ثم نتأكد كذلك من أن نحسبوا عدد الأرقام بعد الفاصلة 1 جوش 3 أربعة خمسة هنا 1 جوش 3 أربعة خمسة إذن مزيان ثم نتأكد بإجراء العملية أن نقوم بإجراء هذه العملية إذن العملية هي كالتالي 43.75 مضربة 0.848 إذن نجزز العملية بشكل عادي كما أن الفاصلة غير موجودة إذن نقوم بإجراء العملية كما قايدة في الأخير نقوم بإجراء العملية للجامعة المتكررة هنا 0 0 0 10 11 7 ثلاثة ثم أتقدر الغير و إذن نقوم بإجراء العلاج 1 جوش 3 أربعة خمسة 1 جوش ثلاثة نقوم بإجراء اللغة ثم نقوم بإجراء العلاج 35.10 هاتف أول جواب عائشة ننتقل إذا التمريل الموالي أو باء ينصح الأطباء بشرب 0.300 لتر من الحليب يوميا على الأقل كل الأخصة تشرب 0.300 لتر شرب انسو اثنان وثلاثون علبة من الحليب ساعة كل منها صفر فاصلة ميتين وخمس الليتر طيلة الشهر ابريل يعني الشهر كامل هل امتتل انسو لنصائح الطبيب اولا غادي ندير العملية الاولى هي عملية الضرب انضربو اثنين وثلاثين علبة في الساعة ديالها الصفر فاصلة ميتين وخمسين باش نحسبو شحال من الليتر شرب انس في شهر عاد نشدو هادو كل عدد الليترات اللي شرب لنا في الشهر نقسموهم على ثلاثين يوم باش نعرفو كل نهار شحال شرب باش نقارنوها مع هاتي هاتي مع هاتي هاتي مع هاتي نتيجة هاتي اذا بنسبل العملية الاولى هنديرو عملية الضرب لانضربو اثنين وثلاثين باكية ديال الحليب كل باكية عدد صفر فاصلة مائةين وخمسين و Vega TLouts لا عملية هاتيت الاخبار الخلف الفاصية ثلاثة الاخبار غان نحصلوه على الضرب 8 demART من الحاليب شهريا تمانية ليتر من الحليب شهريا ثمانية ليتر من الحاليب شهريا هنا في نحصل العدد على صفر 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 تمانية اهي تمانية عصلة على شي يعني تمانية ثمانية ليتر من الحليب في الشهر مشي في اليوم في الشهر لديت pointing سوف نقوم بعملية القسمة نقسم 8 لترو على 30 يوم هنا في الأول 8 مقسم على 30 يوم سوف نضربه في صفر سوف نضربه في صفر صفر في 30 يساوي صفر نضربه في صفر 8 ناقص صفر قد ساوي 8 بعد ذلك نضيف الصفر ونضع الفاصلة 80 مقسم على 30 قد ساوي 60 عفوان قد ساوي جوج جوج في 30 سوف نحصل الباقي 20 نضربه في صفر 180 20 زده صفر نضربه في صفر 180 سوف نشرب كل نهار 0.266 لتر ولكن هذا يعني لا ينتبق أو لا يمتتل لنصائح الطبيب طبيب قال لك تشرب صفر فاصلة 300 لتر إذن لم يمتتل أنسو لنصائح الطبيب لأن 0.266 لكي يشربه هو صغار من طبيب شربه 0.300 لتر ننتقل الآن إلى السؤال الموالي كم كلف هذا الحليب إذا كان 8 لتر الواحد هو 6.80 درهم إذن 8 لتر كل لتر 6.80 درهم يعني 6 درهم كم كلف هذا الحليب يعني سوف ندروا عملية الضرب 8 لتر 6.80 درهم كم كلف هذا الحليب هو كالتالي 6.80 درهم ندره في 8 لتر سوف نحصل على 0.80 8.8 64 نكتبه 4.1 درهم 8.6 48 زائد 6 درهم 54 1 جوج يعني جوجة الأرقام بعد الفاصلة 1 جوجة الأرقام بعد الفاصلة هنا أيضا إذن اشتري هذا الحليب كامل ب 54.40 54 درهم يعني 1000 ريال 80 ريال يعني 80.40 درهم لتقام عليه الحليب الذي يشرب خلال شهر أبريل ننتقل الآن إلى الصفحة الموالية صفحة 48 مع 80 10 اضع وأنجز عملية الضرب التالية على دفتري 31.25 24 0.745 23.1 1 جوجة 654 50 50.4 إذن وضع 1 لعمليات وننجزهم إذن الجواب هو كالتالي عملية الأولى ونحصل فيها إلى 750.00 لماذا لدينا جوجة الأرقام خلف الفاصلة أو بعد الفاصلة هنا 1 جوجة 34 4 أرقام بعد الفاصلة ونضع الفاصلة هنا عملية الضرب عادية ثم في النتيجة نحسب الأرقام التي بعد الفاصلة 1 جوجة 34 1 جوجة 34 ونضع الفاصلة 34 ضرب ثم 1 جوجة 1 فاصلة 1 جوجة 1 جوجة 1 جوجة 1 صورة 1 حيار أقرأ الوضعية التالية وأجيب عن السؤال يحتاج جسم المرأة الحاملة إلى 26.5 ميلي جرام من الحديد يوميا كم يحتاج جسم المرأة الحاملة خلال 270 يوما كل نهار يحتاج 26.5 ميلي جرام سنحسبه 170 نهار سنضربه 26.5 ميلي جرام ستعاود لنا 270 مرة إذا عملية الضرب مئتاني وسبعون مضروبة في 26.5 ننجز عملية الضرب بشكل عادي خمسة في مئتين وسبعين نضعه هنا ستة في مئتين وسبعين نضعه هنا جرش في مئتين وسبعين نضعه هنا ما ننسوش النقطة ثم بعد ذلك ننجز عملية الجمع هنحصله على 71 ألف وخمسمية وخمسين ولكن عندنا واحد الفاصيلة هنا وعندنا رقم بعد الفاصيلة إذن حتى الخارج يجب أن يكون فيها رقم بعد الفاصيلة والجواب هو سبع آلاف ومئة وخمسة وخمسون إذن هنا ستحتاج مكتوب الجواب على الكراسة إذن سنجز عملية الضرب 26.5 مضروبة في مئتين وسبعون يساوي سبعة آلاف ومئة وخمسة وخمسون ميلي جرام من الحديد من الحديد خلال مئتاني وسبعون يوم سليمة نبدأ بهذه العملية عندنا 1 2 3 نجيول هنا واحد وثنان ثلاثة وندع الفاصيلة أحد السبع العملية المولية 1 2 3 نجيول النتيجة 1 2 3 وندع العملية هنا عفوا نضع الفاصلة هنا. العملية الاخيرة واحد اثنان ثلاثة كذلك نأتي الى النتيجة واحد اثنان ثلاثة ونضع الفاصلة هنا. لان ربعة وعشرين في تناش ثلاثمية وخمسة. صفر في واحد صفر فاصلة. جوج في ثلاثة سبعة فاصلة. يعني اياه. باش تكون لدينا العملية يعني الجواب يكون غيزو نابل. يعني يتقبل العقل. ننتقل الان الى التمرين ثلاثة عشر ضمن تماري الحصة الخامسة وداعي متعلماتي. انجزوا العمليات التالية. اذا هنا بلما نضع العملية. سنجزوها. هلاش حتعدنا هذا الحد هذا. فيه صفر فاصلة واحد ولا صفر فاصلة صفر واحد ولا مياه ولا الف. يعني هنا يكن تحكمه في النتيجة غير بالفاصلة. أضربوه في صفر فاصلة صفر واحد هذا يعني. ان الفاصلة اللي كنه هنا. ترجع في اتجاه. بجوجة الارقان. البزي t الاصفر جوجة الارقان. ترجاع بجوجة الارقان. يعني. ما اللي هنضربه في صفر فاصلة صفر واحد. يعني ترجع فاصلة اللور. يعني هتكون مرة اللي لا andare هنا ومرة تانية هنا. يعني سيعطينا صفر فاصلة مئة وسبعة ثم بالنسبة لهنا كذلك الفاصلة ستدوز الجهة الأخرى بشحال من رقم 1 جوج 3 يعني المرة الأولى هنا المرة الثانية هنا والمرة الثالث هنا يعني أعطينا 0.0127 ثم بالنسبة لهنا عندنا 13.25 نضبوها في 100 إذن هنا لدينا 100.000 ستدوز الاتجاه الأخرى يعني سيكبر لعدد غير صغر هنا يكبر بجوجة الفاصلة ستدوز بجوجة الأرقام هنا ستدوز 1325 ثم الجوج الأصفار ستدوز بجوجة الأرقام ثم 1 جوج 3 ثم 1 جوج 3 يعني الفاصلة ستدوز بجوجة الأرقام يعني هنا 1 جوج 3 ستدوز 357.562 ثم نضبوها 12.15 ثم نضبوها ثم نضبوها تدوز الفاصلة ثم نضبوها ثم نضبوها ثم نضبوها ثم نضبوها حتى اضع الفاصيلة ثم اضع الفاصيلة هنا نفس الشيء نضيف مدينة الالجائة المولية اضع الفاصيلة 3 الأصفار 1 الرقم ونضيف الجوش الأصفار اضعنا 4100 ثم هنا لدينا 12.7 ثم نضرب 0.1 0.1 بواحد الرقم 1.7 ننتقل الى التمرين الرقم 14 لحساب الجداءات التالية استعمل هذه النتيجة 53 مضرب 14 تعطينا 742 الآن سوف نتحكمها الضغر الفاصلة 0.0 53 مضرب 14 هنا سنتقل نتجة هذه النتيجة 642 نصد ازد 0.0 الآن سوف نعطينا 0.742 ننتقل الى الامل الموالية فصلة 53 في 0.14 أمسك الى هنا وستقل فصلة غير 1 جوج الأرقام يكون لدينا جوج الأرقام هنا وفصلة ستكون هنا إذا عدنا 1 جوج ثم بالنسبة لها هنا عدده 3 الأرقام بعد فصلة هنا سيكون 3 الأرقام هنا جوج هنا سيكون جوج هنا 1 جوج 3 أربعة سوف نقوم بعمل الأرقام بعد الفاصلة يعني 0.700 أو عفواً 0.1 أخر 742 نقوم بعمل 1 جوش 3 أربعة 1 جوش 3 أربعة 0.742 ننتقل إلى الجهة الموالية إذن هنا سوف نقوم بعمل الأرقام خلف الفاصلة يعني 7.42 1 جوش 3 الأرقام بعد الفاصلة يعني 0.742 هنا سوف نقوم بعمل 1 جوش 3 أربعة يعني 0.742 هنا سوف نقوم بعمل 3.4 5.3 مضروف 14 1 الرقم سوف نقوم بعمل 0.742 1 الرقم كذلك 74 فاصلة جوج. جوجة الأرقام 7.49. ننتقل الآن إلى التمرير الأخير. 1 لتر دويل باز. لتر مينة الزيت يزين. 0.910 كيلو جرام. كاريم اشترى قنينة كبيرة من الزيت. ساعتها 5 لتر. كالماس دويل كنتين سو بيدان. كالماس يعني ما هي كتلة الزيت الذي يحتوي عليها هذه القنينة. إذن لدينا كل لتر في 0.910. يعني 5 لتر. يعني لماس دويل 5 لتر تتساوي 5 مضروبة في 0.910. يعني هذه 0.910 تعود 5 لتر. إذا ننجز عملية الضرب. ننجز عملية الضرب. وبعد ذلك. يعني نحصل على النتيجة. إذا المنسبة للعملية هي كالتالي. إذن 1 لتر من الزيت في الكتلة هي 0.910 كيلوغرام. نحسبها. إذن لماس دويل 5 لتر. هي 5 مضروبة في 0.910. إذن نحصل على. ندربه. ندربه. 5 في 0.0. 5 في 1.5. 5 في 0.45. 5 في 0.45. 5 في 0.0 زائد 4. 1 جوج 3. 1 جوج 3. نضع الفاصلة. نحصل على 4.550 كيلوغرام. إذن هنا جواب هو. 4.50 كيلوغرام. يعني 5 تروج يزيد. إذا اوزلناها. غلقوا فيها 4.550 كيلو. la question suivante. ما هو ثمن؟ كليه؟ ما هو تمام؟. كليه 80 للترا يساوي 940 فاصلة 0.5 يساوي 940 فاصلة 0.5 نجهز العملية نضع امسة 5 في 25 5 في 90 5 في 24 5 في 24 نضع امسة واحد الرقم بعد الفاصلة واحد الرقم بعد الفاصلة نحسب على مئتان سبعة واربعون خاصي لكم خاصة درهم وقت الانجواب يدون عودة 247,5 درهم نضع امسة نضع امسة نضع امسة